هم لي بقى المطلوب دلوقتي اول حاجة عايزين نعملها هيخش لوزر نيم ويخش مين بباسو ويعمل ايه لوجن لو كان لوزر نيم غلط ارد علي وقوله لوزر نيم بتعغل لو كان لوزر نيم صح هدخله وافتحله الشاشة دي بس مبدئين مبدئين خالص لاندي لسه تاخد مني وقتك طويل وستاخد مني وقت طويل عشان نقدر نعمل حاجة للنقلة دي هنبدأ مبدئيا اننا مش عارفين ازده نيوصل اصلا الموضوع ده مع شاشة اللوجن مش مع شاشة دي خالص مع دي اعايز اعمل ايه مبدئيا لما دوس على زهر اللوجن ده عايز اعمل اتصال بقعة البنات مبدئيا لسه تداخل الاول اقف على الوزر نيم ده اعطيك سبكس بتاع الوزر نيم وسميه تي اكس تي يوزر ووقف على تكس بوكس بتاع الباسورد ده وسميه تي اكس تي باس ووقف على الضرور ده وسميه بي تي اين لوجين وعايز لو حصل اي حاجة يطلعه للرسائل يطلع للرسائل في لابل هنا مثرا لاما مستج بوكس اذا ما تحب انا مش حابب مستج بوكس عايز ان هو ده اصلا شكل وشكل صغير زي المستج بوكس اتصال هنزل هنا ايه لابل هنا اسميه LBL ميسج عشان بطلع فيه الرسائل بس مش عايز بقى مكتوب في كلمة لابل الاربعة كده ام صح بس هيختفي ما يهمكش لما ازعتها هتحس ان اللابل بص بقى ايه بقى نقطة صغيرة على الشاشة مش مهم بس هو موجود بس ماكوش حاجة في حجمه ايه حجمه صغر عشان ماكوش حاجة ام حاجة تانية بمبدأ ابرمج اقف كده في ايه حتة فاضية واروح على فور كالر واختار لون الكتابة يكون كده واخش بقى على مين على زرار اللوجين دابل كليك على زرار اللوجين فتح لي فتح لي اهو عايزة اعمل كونيكشن على قعدة البناتة طيب واخت البناتة دي معمولة بالأكسس والبرنامج ده معمول بالإيه؟ بالفيجوال ازاي تخلي الاثنين يكلموا بعض الفيجوال بيتكلم بلغة اسمها بيتكلم بلغة اسمها اسس كيو ال لكنك بالزبط يا عمعمر بتعمل ايه؟ جبت واحد بيتكلم عربي وديبت واحد بيتكلم ايطالي وعايزة منتكلمه بعض نتكلمه بعض نتكلمه بعض ازاي؟ اجيب له ترجم في النص يجب حاجة في النص الترجم لما نهي تكلم تقوله بيتكلم بكون كذا تبقى لازم في النص حاجة تفاهم اللي علمين اللي شمال بيقول ايه و تفاهم اللي علمين اللي شمال بيقول ايه و تفاهم اللي شمال اللي مين ده بيقول ايه طبع كده طبع الحاجة دي اسمها A-D-O حاجة دي اسمها A-D-O Active Server Pages A-D-O Active X Data Object ما عليك يعني ايه دي هقولك دلوقتي الوسيط ده اللي هتفاهم عليه شباب زي ما هتفاهم اسمه A-D-O دوت نت اسمه كده اختصار لكمة Active X Data Objects دوت نت ايه بقى دي؟ قالك دي عبارة عن مكتبة من الاكواد طولي يعني ايه عبارة عن مكتبة من الاكواد؟ مكتبة زي مكتبة جدا بتاعت كده في كده WHAT بس كل كتاب في المكتب دي يعمل لكن الموضوع الى وفينها الموضوع الوضع لا خاصة بأي شيء الموضوع الوضع الموضوع الوضع الموضوع الوضع ... ... ... ... ... ... ... لكن يمكن أن يكون شكل الكتابة مختلفة يعني نعمل دائماً ونعمل دائماً لكن يجب أن نعرف نفس الأفكار نفس الشرح لكن شكل الكتابة هنا تكتب قبل دي هنا تكتب دي في الأخير شكل الكتابة لكن نفس المعنى نفس المفهوم أول كتاب نقول لها مكتبة مكتبة خاصة بالأكواب أول كتاب في المكتبة يعني أول كلاس سعب بيسموه كلاس هو الاسم الصح كلاس لكن أول كتاب هنتعامل معه في المكتبة كتاب اسمه Oli DB Connection اسمه Oli DB Connection هذا المكتب الذي يجعل البرنامج مثل Visual Basic يقدر يتصل بالفعل ببرنامج مثل مين؟ مثل Access مثل مين؟ لسه بقى يتعامل معها لسه يتعامل معها ديوقات بس مقرد الـ Connection ده الكتاب الأولين هنتعلم عندي اسمه Oli DB Connection Oli DB Connection Oli DB Connection سوين عليها وسميته مثلاً اه احنا هنقول دايم الأول نحن بجعل بيسمي دايم دايم C-O-N-N بقى اسمه نحن 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 بيسم ما هو أولي DB Connection أو قمنا بمتلك استطاع الحق وسميته Oli DB Connection لماذا إضعني عندما تفهم استطاع الكلمة قمنات 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 كم اربط قمناه قمنات قال لي لازم قولي دي بي كونيكشن انت تقصد قولي دي بي كونيكشن اللي سيستم دوت داتا دوت قولي دي بي دوت قولي دي بي كونيكشن قال لي بوس انا اتفقنا دي مكتب المكتبة اكيد طبعا فيها كتب كتير فمترتبة فايه مترتبة مترتبة ليه؟ قال لي انا ممكن تلاقي مكاتب تانية وحاجات تانية ممكن تلاقي الاسماء دخلت في بعض ممكن الاسماء تخش في ايه؟ في بعض فانا مرتبهم رفوف مرتبهم ايه؟ رفوف قال لي يعني على الرف بتاع سيستم هتلاقي جوا رف اسمه ديتا جوا الرف اسمه ديتا تلاقي فيه درج اسمه قولي دي بي جوا درج اسمه قولي دي بي هتلاقي مين؟ قولي دي بي كونيكشن هم رتبهم ترتبات كده عشان ما تبقاش المكتبة سايحة على بعض عشان ما تبقاش المكتبة سايحة ايه؟ على بعض فقال لي لازم تقول لي المكتبة اللي اسمها كذا جوا الجانب الفلاني او في الدرج الفلاني او اسمه ايه؟ الرف الفلاني جوا الرف دوت هتلاقي فيه درج فلاني بالتفصيل عشان ما تبقاش توصل توصل من غير اي ايه؟ غير مشاكل تقال لي قولي دي بي كونيكشن ده مشكلة ما تقوليش قولي دي بي كونيكشن كده كده تازم تقولي اللي موجود علانه رف فاقول له اه ده قصة ده بيجي من مكان اسمه سيستم دوت مكان اسمه داتا التعامل مع البيانات دوت مكان اسمه ايه؟ درج اسمه قولي دي بي دوت حاجة اسمها قولي دي بي كونيكشن يا مشوار لان الفيجوال بيزيك مليان مكاتب مليان مكاتب مليان اولنا كده سيستم دوت ديتا عارف الرف ده ده الرف بتاع التعامل مع قوعد البيانات بواحده ده رف جوه المكتبة أصلا ده رف جوه المكتبة الرف ده فيه مرضو ايه؟ ادراك كتير الدرج اللي حسن انت عامل مع اسمه اولي دي بي هو ايه بقى الولي دي بي ده بقى اولي دي بي ده بقى اولي دي بي ده اختصار كلمية حاجة اسمه اوبجيكت لينكينج اند امبيدن طبعا دي بي دي اتوا اكيد تفهمنها اكيد تتابيز اوبجيكت لينكينج اند امبيدنج تتابيز يعني ايه؟ ده نظام بالانظمة اللي كانت بتتيح او اللي ما زالت تتيح لينا اللي احنا نتعامل مع اي نوع من انواع قوعد البيانات الاي نوع من انواع مين؟ قوعد البيانات طبقا الانظام اسمه اولي دي بي احنا ممكن نغير كلمة اولي دي بي ونخليها اسكيو ال كلاينت وهنا اسكيو ال بدل اولي دي بي دي في الحالة دي بقى أنت بتتعمل مع مكتبة تتعمل مع اسكيو ال سيفر بي hypothetical يمكن نغير خلينوا overal client وهنا ايه ؟ Oracle client بتتعمل مع قاعد البنات الان هو عامن Oracle بس اما كلمة teargpd ابقا حاجة ايه؟ عمومة ااصة اولي دي بي دي و이식ها هائها کولوز نظام بيتصل بأي نوع من النوع قواعد باناته بغير محدد نوع معين يبقى احنا عرفنا ان system dot data دي كده وصلتني للرف بتاع مكتبة التعامل مع قواعد باناته وصلتني للرف بتاع مكتبة التعامل مع قواعد باناته اسمها ايه ايه دي قضت دي روحت من المكتبة دي عرف اللي اسمه قولي دي بي ده اللي بتعامل معي نوع من انواع ايه قواعد باناته وامتظار على واحد اسمه قولي دي بي ايه كونيشن مالو ايه قولي دي بي دي كونيشن ده بقى ده هو ده الكتاب اللي يقدر يخلي ال visual basic يتكلم مع مين مع قاعدة البانات اللي هي زعى عسابي المسال اكسس اللي هي عسابي المسال اكسس حلو جميل تنزين كويس عشي زعى منه بس اسم التويل ده يخنقنا ولسه نحن اول كتاب من المكتبة دي ده نحن لسه ناخد عشرين كتاب كل شو واحد اقولك بقى الكتاب اللي جوه الرف الفلاني اللي جوه الدرج الفلاني ده قصة قصة صح فممكن اختصر القصة دي ممكن اختصر القصة دي اختصرها ازاي؟ شايفين system dot data dot all dvd اكتها واحد يقولي تما هيطلع لك error اقول لك كتاب ده جاي نين اقوله اه قابل كلمة public class دي او معامل امبورت يعني امبورت امبورت يعني استدعيلي قال لي استدعيلي ايه؟ كله system dot data dot all db استدعيها يعني الرف ده هتلي الرف ده هنا اول سطر خالص هتلي الرف بتاع all db هنا عندي في الايه؟ في الكوب بتاعي خلاص يبقى اي كتاب اهو الاسمه اهو الاسمه على طول ا aver اكتاب اهو الاسم اهو الاسمه ايه؟ وعلى طول طالما ان انا استدعيتي الايه؟ في الارض ق Smoke كل كتب اللي هو الدرج اللي اسم قولت به خلاص بقت موجودة عندي يبقى انا كده اختصارت الملام Pakistan لسه كل الكتب اللي استخدمه في ما بعد كل الكتب اللي استخدمه فيما ايه؟ لغاية انا في ايه مشكلة؟ هل أريد أن يسأل أي سؤال هنا؟ لم أكتبت شغل سطر واحد ولكن مهم جدا أننا نفهمه ويبقى دخلقين فيه كده تمام؟ كده تمام؟ حلوه مين يتكلم؟ هيا أقول لا تأكد ها جبنا مين؟ الكتاب بتاع الاتصال ايه الكتاب بتاع الاتصال ده؟ أنا عايز أتكلم زميلي كيف يمكنك إتجاه التحافظ لكم بإمكانه سطحوا مع الوصول مثلاً الساعة أو التفاعل، أو تنظروا موقفلة ويواناً على التعالف مع الوصول أو ظهرين على الوصول أيضاً دي رحلة ملاحظة حلقة الوصول على الاجتماع به فبن الوصول هما تنظروا هياً كيف تتحاجين؟ هناك حلقة الوصول لدينا محلت لدينا الكونيكشن هذا الوصول لدينا لدينا المميه الكونيكشن اعتبروا الموبايل الموبايل اهو جبناه وتمام وفيه رصيد وكل حاجة شغاله الموبايل شغال مين مش اي حاجة مش عايز منك اي حاجة نعم ازاي اقدر اوصل لزميه ده استواء با ده الفيجيول بيزك عايز يوصي من؟ لزميه والآكسي ماهو الفايل موجود في المطال موسيقى اسم ماهو ايه بوهو ده المطال مثل الفايل ده هي التوبايا عايز بقى خليه اتكلب ازاي بلاها يا عم الكمبيوتر ركز معي. قلنا موبايل موبايل صح? وانا عريز اكلم صاحبي. ومعاين موبايل. وموبايل حلو. وفي كل حاجة مشعور وفي رصيد وكل حاجة زي الفل. وعريز اكلم صاحبي. اعمل ايه? عبر امسكي التليفون اقول له ايه、 اتكلم او اعمل ايه? اجيب رقمه. لكن انا عريز ايه? رقمه. اه بقى رقمه ده بالنسبة لي? بالنسبة لي جي حاجة بتعرف الموبايل ان انا عريز違う ايه. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قلنا المعلومات دي اسمها connection ايه string اقولها connection dot connection string بيساوي واكتب ما بين علامة 2 التنصيس هنا اكتب هنا بعض المعلومات التي توضح كيفية الوصول لقعدة البيانات لازم اكتب هنا شوية معلومات توضح له ازاي يوصل لقعدة البيانات طيب لما كتبت بعض المعلومات بتوضح كيفية الوصول لقعدة البيانات اعرف قعدة البيانات يعني بالاخر جبت الموبايل وكتبت رقم التليفون ها اتصل باق ايه اتصل باق ادوس على الاتصال ادوس على الاتصال لالشترك ي heavily أدوس الاتصال simplify اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المفهود نكتب هنا بقى ايه؟ المعلومات دي المفهود نكتب الايه؟ المعلومات دي طيب، ما لازم اكتب المعلومات دي الاول قبل ما اعمل open وقبل ما اعمل ايه close ولو حصل اي مشكلة في ال open او close هيدرم هاي ايه؟ هيدرم، طيب حلو اكتب هنا ايه بقى؟ ايه المعلومات اللي توضح ازاي اوصل لقعدة البيانات؟ هروح عالسيليوشن اكسبلولر هاي اللي هو فيه كل الملفات بتاع المشروب بتاعي بالامارة فيه فورم 1 اللي هي بتاعت login وفيه فورم فرم سايد صح؟ وفيه جوا فولدر اسم ورسورسيز فيه الصورة بتاعت الاندلوك او ال او ال او ال اف ليا اف بطر راجع هايوا خلاص؟ حلو اوي وفيه ملفات تانية بس لعايز ايكتلك عليه بقى ان مش دي كل حاجة ظهر عفكة طبعا تفتح تلاقي ايه؟ تلوس كده يقولك اه ده فيه فرم سايد ده الشاشة وفيه الفرم سايد ده ايه؟ الكود ده ايه؟ الكود وهكذا كده ماشي ماشي وفيه حاجات تانية مستخبية اللي هو الفولدراب بقى اللي هو البن والدباج فاكرين المكان ده؟ فانا عايز اظهر المستخبي مستخبي اجي هنا كده مفيش هنا شو هتلاقيها مزهرة كده لو لديتها مزهرة هنا مستخفية مستخفية اكبر شوية كده هتلاقي نوت قريق ايكونات هنا ظهرت هاي؟ هتلاقي ايكونات هنا زهرت هاي؟ هتلاقي ايكونات هنا اسمها؟ شو اول فايلز وريني كل الملفات او فتاعدوست عليها كده طلع لي هاي حاجات كتير صح؟ هاروس عليها تانية اختفل هانا ندوس عليها عشان تظهر كلها وهلاقي فولدر اسمه ايه؟ بن افتحوا هلاقي جوا فولدر اسمه ايه؟ ديباج افتحوا هلاقي شوية ملفات كتير منهم قاعدة الملف بداعة اسمها ووبسايد دوت اي سي سي دي بي اي سي سي اللي هي اختصار كلمة اكسز دي بي اللي هي التابيز بتاعت اكسز دي بي ايه التابيز بتاعت مين؟ تاعت اكسز معين الناس ولا سرحانة؟ سرحانين طبعاً بلعوه في الموبايل مش فاضيين ادي ايه ووبسايد دوت اي سي سي دي بي دابل كليك هناك دين كنحن ان تفتح لك داتابيز هنا دقوا الفيجول هنا دقوا الشاشة اسمها سيرفر اكس بلولر دقوا الشاشة اسمها ايه؟ سيرفر اكس بلولر اذا أتفرق بالإصلا辈ه للنظام وأرغب بالإصلاح يوجد تحت الهواء هناك الأشياء يتزال هناك الأشياء يتمكن من فبعد لكن من فبعد إضافة فيصل وسأخذ سأخذ هذا يريد أن أختار الرابط خبك يا مش ببرمك يا بريد خطوات كليك كامين واخترت ايه روبرتز الخصائص لقيت من ضمن الخصائص خاصية اسمع ايه connection string هتلاقي مكتوب فيها ايه كلام كتير اللي انتم شايفينه ده هو ده نص الاتصال هي دي المعلومات اللي بتوضح له ازاي يوصل لقاعة البيانات اللي انت عملتها لو عملت دابل كليك عليها كده دابل كليك هنا علمك عالكلام كله كليك كامين خدوا كوبي وتعال هنا عند كلمة connection strings اسمع بين علمتين تنصيس وعمل ايه كليك كامين واعمل ايه تست كده بقى جبت كل الايه المعلومات اللي بتوضح له ازاي يوصل لقاعة البيانات ايه ده ايه ده ايه ده خطوات كتير مش كتير ولا حاجة عشان انت بس متعودتش عليها من السيليوشن اتسبلول شو اول فايل اخشي بن دابل كليك على قاعة البنات اتفتحت لي في شهر اسمها سيرفر اكسبلورا ويفتع قاعة البنات كليك كامين بروبيرتز لقيت خصيص ما connection string كوبي بس ايه ايه شاشة ايه شاشة ايه شاشة ضعت منك وعايز تلاقيها او مش عاش تجيبها منين او الكلام ده كله من view ودول عليها لم تدعيه بمقابلته تبقي بنوع من全ات الارضتية لم تدعيه بمقابلته تتوجه من جهاز لم تدعيه من العاقصات ولكن تتوجه من جهاز لم تدعيه بجهاز لم تدعيه فتعيه من جهاز فمتطعييه يبقى فدحت من فيو سيليوشن اكسي بلولر وفي الايكونة اللي فوق اختبت شوق الفايلز والخطع فرد اسمه بيني فرد اسمه دباج لقيت قاعة البيانات اللي هي دوت اسي سي دي بي ودبل كليك عليها اتفتحت لي نفس قاعة بلات بس بوا السيرفر اكسي بلولر ومتعمل عليها كليك كمين واختبت بروبيرتز لقيف الخصائص خدت خاصية اليه دبل كليك خدتها كوبي ومتحطتها هنا ايه بيست ووضح له كافية الوصول لقاعة البيانات تب ما نجرب اعمل ستارت كده رن دوس على لوجين قال لي تم فتح قاعة البيانات وقاعة البيانات دلوقتي مفتوحة وما زالك مفتوحة ليه عمل اوبن وطلع مسيج بوكس واقف مستانيك عند مسيج بوكس او ما ندوس على الوقت ادتا بيزة تحصلها ايه كلوزة افل لما ندوس على الوقت ادتا بيزة افل طب ايه دليلك؟ ادتا بص مش عقق عطين البرنامج فين افتح كده كلو حطينه عدية على فيجوال بيزيك واكسس هو مشروع اسمه 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 ويب ساير ودي الوبساير وديبن وديدبوغ ودي قاعة البيانات ايه صح؟ ودود اللي هو .efc ده ده البرنامج بتاعنا ممكن نشغله من هنا من غير الفيديو الستوديو على فكرة يعني اهو لو قفلت كده المشروع من هنا و ادي الفيديو الستوديو و قفلت الفيديو الستوديو كمان بقى عندي ادي التاباز و ادي عندي مين؟ البرنامج على فكرة ما تيدي تدي حد تتدروا الملفات دي بس لكن الكود ما بتدوهوش لو حابق عايز تجرب دوس عاقيمة وصية دابل كليك اشتغلهو من غير ايه؟ من غير الفيديو خالص واركعة البنات بص معاك كده الملفات بتاعت ايه؟ دوس على لوجين تم فتح قاعدة البيانات لاحظ ايه اللي حصل؟ هنا ملف فتح هنا صح؟ اسمه L A A C C D B ده ملف وهم كده بتفتح لما يكون دابلز مفتوحة وشيغال عليها اما مدوس على اوكي ملف الواهم ده بيروق لو دوس على اوكي ملف الواهم ده بيروق ملف الواهم اختفى دليل ان قاعدة البيانات خاصة الشغل بتاعها انتهى اما يبقى فيه شغل مع دابلز الا ان الملف ده ايه؟ زاره اهو عشان فيه شغل مع دابلز اول ما اعمل اوكيه ملف ده مالو اختفى نشو مرتبز ايه؟ انتهى ملف الواهم وكده يكون عملت هه افتح لقاعدة البنات حد ليه اي سؤال في الموضوع لا؟ ملف الواهم ملف الواهم نعم ملف الواهم ملف الواهم ليه عشان هو كده يعني يكتب زي ما هو عايزين نقرأ بس كمان اللي خدناكم وبس ده نعرف كل واحدة معناه بروفايدر يعني ايه البروفايدر بروفايدر دي اللي حدد فيها انهو قاعدة بيانات هشتغل عليها انهو قاعدة بيانات ايه يعني لو انا لو انا قرأ كل مسلا هكتب اولي دي بي مش عارف او ار اي اولي دي بي مش عارف ايه لو انا اسكل سيرفر هكتب حاجة معينة لو انا مايسكل اكتب حاجة يعني يعني معرفوا انو قاعدة بيانات ايشتغل عليها قلت البروفايدر بيساوي مايكروسوفت لوت اي سي اي اللي هو اكسز يعني من خلال الاولي دي بي اه بيرجين كام اتناشن بيرجين اتناشن خلاص كده يبا كده البروفايدر دي معناها نوع قاعدة بيانات معناها نوع ايه قاعدة بيانات بعد كده في حاجة اسمها داتا سورس داتا يعني البيانات وسورس يعني مصدر ليه مصدمات يعني البيانات بتاعتك تجيبها منين ام يدينه الباص قاللي على دي جوا فيبي دوت نت جوا اكسز اثنين جوا وبسايت جوا بسايت جوا بين جوا دي باج هتلاقي اتناشن اسمها وبسايت دوت اي سي دي بي يبقى ده الباص بتاع قاعدة البيانات الباص بتعمين قاعدة البيانات وفي حاجة اسمها بيرسست سكيوريتي انفو هل انت متوافق مع النصر نظم الصلاحيات او السكيوريتي او الامان قلت له ايه ترو يعني ماشي تابع السكيوريتي والنظام بتاع الامان بتاع الاكسز ده خلاص كده حلو بس اللي يحصل ايه بقى احنا اتفقنا انك لما تيجي تدي الناس لو انت تعمل مشروع ده لحد هتديله الايه الفولدر ده بس هتديله كل الايه كل البرنامج بكل الملفات بكل الاكواد لا تديله الفولدر ده بس الحقيقة لو انت خدت الفولدر ده الاسمه ديباج ده كوبي ووديته في ايه حتة عندك في ايه حتة تاني عندك مثلا على ديسك توب ما انت تديله اليوزر اليوزر يحطه فين في ايه حتة او في ايه حتة زي ما هو زي ما مزاجه ويجي يشغاله تعالى نشغاله بقى كده اشتغال عادي اما جي اتصل بقاعة البنات قال لي تم فتح قاعة البنات بس بوسك يا قاعة بقى تفتحت ما تفتحيتش وما ليه الي حصل ده هو راح فتح قاعة البنات التانية ويجارك قال لي تفتح قاعة البنات اللي جانبين يجب اننا بزي م coworking اتصل بقاطpay ليس عادي تفتح طلبين فيه القاعد المعادة على البرنامج اهو على البرنامج يكون هذا البرنامج هذا اوضع البرنامج يكون هذا البرنامج يكون في البرنامج مطرح مانتا في مشروع اقوله له كيف في البرمجة لا تريد تفهم هذا الباس اريد أن تقوم بعمل اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر